موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبروا وهللوا وأبشروا بالجنة اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه واستمتعوا بهدية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك ففي الحديث الذي رواه التبراني في الأوسط وحسنه الشيخ الألباني في زعاه الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشرة فقال الصحابة بشرة بالجنة يا رسول الله فقال بلى بشرة بالجنة الله أكبر ما أهل مهل قط دي خاصة بالحجيج فالحديث فيه بشارتان بشرة للحجاج وبشرة لغير الحجاج أما البشرة التي للحجاج فإنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهل مهل قط والإهلال يكون للحجاج حينما يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذا هو إهلال الحجاج ولذلك البشرة الثانية تأتي وهي التكبير وهي خاصة بفضل الله سبحانه وتعالى لغير الحجاج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله لعمل فيهن من تلك الأيام العشر نعمل فيها إيه يا رسول الله قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الله أكبر ما شاء الله فالحديث زي ما قلت فيه بشارتان بشارة للحجاج في تلبيتهم وبشارة لغير الحجاج في تكبيرهم سواء كان تكبيرا مطلقا أو تكبيرا مقيدا التكبير المطلق متى يبدأ ومتى ينتهي التكبير المطلق أن أنت تكبر في أي وقت هذا الغير الحجاج يكون عند دخول في ليلة واحد زل حجة يعني النهار ده مثلا 30 زل قاعدة بقينا بعد المغرب وخبار حضرتك خلاص دخلنا في الليل من هنا يبدأ التكبير من ليلة واحد زل حجة لحد إمتى لحد آخر أيام التشريك اللي هي يوم 13 زل حجة بفضل الله وهذا يكون لغير الحجاج أما الحجاج فيشترك في البشارة بقى التي تكون في التكبير أو البشارة الثانية اللي خاصة بالتكبير يشترك عند رمي الجمرة عند رمي الجمرة في يوم النحر حيث يتحول هنا من الإهلال إلى التكبير الله أكبر يبقى إذن لغير الحجاج اللي مرحش حيك يكبر تكبر على قد ما تقدره وتسبحه وتحمده وتهلله ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين كانوا يخرجوا إلى الأسواق ويكبروا ويهللوا فيكبروا الناس لتكبيرهم ويهللوا الناس لتهليلهم يقولوا لا إله إلا الله والله أكبر وكانوا يكبروا التكبير المعروف الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبروا مش لازم تكون في السوق ولا في الشارع في أي مكان جالس على مكتبك كبر وهلل ماشي في الأسواق كبر وذكر الناس قاعد في عربيتك كبر وهلل رايح تشتري حياة كبر وهلل قاعد في مكان في مكتبك في شغلك كبر وهلل راكب مواصلة كبر وهلل وذكر الناس لأنك لو كبرت بشرت بالجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم يبقى ما أهل مهل قط ودي خاصة بالحجاج لو أهل الحج وقال لبيك اللهم لبيك يبشر بالجنة ولو كبر غير الحاج بفضل الله سبحانه وتعالى وظل يكبر التكبيرات المعروفة بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا يبشر بالجنة فهي بشرة عظيمة وهدية عظيمة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن قبل الهدية فلابد أن يعمل بها إذن فلتبدأوا من التكبير واشغلوا ألسنتكم والهجوا بالتكبير والتهليل في تلك الأيام المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى فالسلعة غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة يبقى فيه تكبير مطلق يبدأ من ليلة واحد زلحجة لحد يوم 13 زلحجة على أرب المغرب كده وبعدين والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفات تمام وبيكون التكبير بفضل الله سبحانه وتعالى دبر كل الصلوات المكتوبة يعني بعد ما نصلي الفجر نكبر ثلاث مرات بعد الظهر كذلك نكبر بعد العصر بعد المغرب بعد العشة بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا يكون بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام من فجر يوم عرفة لحد غروب شمس يوم 13 زلحجة بفضل الله سبحانه وتعالى فاقبلوا هذه البشرة واقبلوا هذه الهدية وأبشروا إن شاء الله بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشرة بالجنة جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة